في عنده التيارين أو عم يمر بمفترق طريق حاليا وعم يحاول يختار أو يوازن أو يعادل بين شيئين ممكن بينك وبين الشغل ممكن بينك وبين شخص آخر أيضا طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حاليا وشو ممكن يكون بعض من أسباب الخلافات اللي بينكم حتى تفهم الوضع أكتر ففي شخص أو في عم تحسوا أنه أنتو مرفوضين من قبل الطرف الآخر لأنو الطاقة هاي مشتركة فأنت عم تحس بالرفض منه وهو أيضا عم يحس بالرفض منك عم شوف أنه أنتو شوي مشوشين تجاه بعض ما في عندكم طريق واضح في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي أو مجهود انفرالي عم تحس أنه بدك يكون في شراكة أكتر بالعلاقة بس الوضع بينكم مرات بيكون إيجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير لأنه مرات الوضع بيكون كتير منيح عندك من أفضل الكروت بالتاروت ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب أو رفض لتقبل العواطف بينكم في أيضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة أو كتير يعني في شخص أو ممكن أنتوا الاثنين بتحاولوا أنه تمشوا كلمتكم قدر المستطاع في عندكم نزاع على السلطة أنت وهو طيب نشوف خطواتك في المستقبل أو ما هي خطوتك المستقلية همشوفك همتركز أكتر على هم على وضعك العائلي على عائلتك على أهلك همتحاول توفر لهم متطلباتهم أيضا همتشوف أنه ممكن إذا أنت بعيد عن البيت همتحاول أنه إذا أنت بسفر مثلا بعيد عن البيت همتحاول أنك توصل إلى عائلتك أو بالمستقبل للبعد منكم تفكيرك رح يكون بأي علاقة بتفوت فيها تفكير أنه بدك تستقر أو بدك تلتزم مع شخص من أجل أنك تستقر لأنه أنت أيضا بتحس أنه أو رح يجي شخص بحياتك بالمستقبل مع أنه رح يكون في بينكم شوي نزع بسيط بالحكي ما في صراحة تامة رح تكون إلا أنه أنتو رح تنظر لهالشخص وكأنه أو رفيق درب عم شوفك بالمستقبل أيضا شوي منغلاق رح تكون أو منعزل لأنك عم تبحث عن إجابة لإشي معين أيضا عم شوفك رح توفر ناحية المادية أو رح تكون متحفظ أكتر بمشاعرك يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك عم شوف أنك تتأنى باختيار القرار بينك وبين هالشخص عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وأيضا على الجهة المادية لأنه في عندك كتير مخاوف ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار طيب نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك في المستقبل نبين أنه حبيب أو الشريك اللي عندك كتير رجد أو بيحب يمشي على نمط معين ممكن يكون مش مرن عقليا أو مش كتير متقبل لآراء أخرى فعم شوف أنه هو بالمستقبل رح يركز أكتر من ناحية أنه كيف يكون مرن أكتر كيف يتقبل أفكار أخرى أكتر أيضا عم شوفه فيه عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص وهو بيشوفها بحاله عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع عم يحاول أيضا يبحث عن عن أنه مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير حادة أيضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون فهالشخص أيضا بينظر لإلك بالمستقبل بيشوفك أو بده نوع من الارتباط معك نوع من الالتزام معك أيضا شخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة عم شوف عنده إيسوف واند فهو بيطمح إلى بداية جديدة بينك وبين هالشخص ممكن هو أيضا يمر بمرحلة إنه لازم يختار شيئين أو ياخد قرار بين شيئين معينين شغل أو بين شخصين معينين لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك أكتر بده العلاقة بينكم تتطور أكتر أو يكون فيها انفتاح أكتر تقبل أكتر نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك أكتر طيب نشوف تعقدكم المشتركة في المستقبل شو هي في عندكم تغيير رح يصير انقلاب تام للأمور يعني إذا أنتو مش عم تحكم مع بعض حاليا أو في فترة انفصال البعض منكم اللي بيحس إنه العلاقة مش رح تتصلح أبدا أو ما في إيلها نهاية أو مستحيل إنه أكون مع هالشخص هالكرت بيحكي متل تغير مية وثمانين درجة أيضا في عندك نفس هالكرت يعني في عندكم بالمستقبل بدايات جديدة الوضع بينكم في المستقبل رح يكون إيجابي أكتر من هيك أكتر من اللي أنت عم تمر فيه حاليا برغم إنه أنتو مريتوا بصعاب بالماضي وكان في بينكم كتير لخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة لأنه بالمستقبل في عندكم بدايات جديدة بالعاطفة برج الحوت أيضا قبل ما تكمل بدي أحكي لك شو الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن عم تتعامل مع برج لاية برج مائية برج هوائية ممكن عم تتعامل مع برج الميزان أو برج الجوزاء برج الجدي أيضا ولكن ممكن يكون أي برج آخر أنا دائما بنسى أحكي الأبراج لأنه بربكز أكتر على الطاقة إنه ممكن يكون مش نفسها الأبراج اللي عم بحكيها ولكن الطاقة اللي عم تطلع منها الشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي فنكمل طاقتكم المشتركة برغم السعاب اللي مريته فيها بالماضي إلى أنه عم شوف فيه تطور كتير ملحوظ في المستقبل أيضا فيه تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص وفيه عندكم رح يصير نضج كتير من النحية العاطفية يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان لخبط أكتر ومتقلب كتير بالذات من ناحية برج الحوت لأنه عندك Nine of Swords فإنت كنت كتير فيه عندك مخاوف تجاه الشخص وتجاه هالعلاقة عم شوف فيه عندكم نضج عاطفي أكتر بالمستقبل فيه تواصل سريع رح يصير بينكم فيه تفاهم أكتر رح يصير بينكم بما أن الطاقة هاي مشتركة بينكم فإنتوا رح توصلوا إلى نوع جديد من البوندين أو نوع جديد من الترابط بمعنى أنه أنتوا رح توصلوا إلى مرحلة تكونوا فيها مستعدين إلى أنه تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي فيه طريقكم أوكي حبايبي برج الحوت معلش كانت قراءة قصيرة ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة يعني ما حسيت أنه فيها أي إشي بحب أني وضحه أكتر أو أتعمق فيه أكتر يعني الطريق عم شوفه أو خطواتك وطاقتك الأوراق كتير واضحة مع هالشخص الأوراق كتير بتركب مع بعض كتير واضحة أوكي حبايبي برج الحوت فهاي كانت قراءتي لبرج الحوت بتمنى إنه قراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيتو الفيديو لا تنسى تحط لي لاكو كومنت شير وسبسكايب وتفعل جرس الإنذار لحتى يوصل لك كل جديد شكراً لكم جميعاً إن شاء الله رح شوفكم في الفيديو شكراً لكم